عبد المحسن قفاص قدم دور جدا ممتاز شخصية العصبي النجري اللي يحب أبنائه ويحب أسرته لكن هو ما يعرف يعبر لهم عن حبه عنده الشدة هي الشدة في إدارة البيت سواء ينزر زوجته وعياله ويعاقبهم ويمد إيده وعقال يعتقد أن الشدة هي الوسيلة الوحيدة أو السليمة من أجل إيصال هذه الأسرة إلى بر الأمام لكن في الأخير هي ضيعة هو الشخص اللي يحبل حتى لزوجته مشاعر رغم أنه هم كارح حكاية أنها انفرضت عليه لكن مشاعرها تستيقظت تجاهها لأنه هو حط أنه تزوجها وقعد إياها سنوات طويلة يعني أكثر من خمستعش من خمستعش ستعش سنة يعني هذا عمره الولد الكبير يعني وأفروض فما في حتى لو إنسانة انفرضت عليك طبيعي يصير فيه مشاعر فيه ذكريات فيه أشياء الإنسان يتذكرها ما فيه إنسان يقدر يعاشر إنسان من غير مشاعر هذا يكون إنسان خالب من الإنسانية بس هو فيه بعض المشاهد كان يبين إنه هو يودها لكن الفكرة الراسخة في مخة كانت دائما إنه انفرضت عليه وبالذات الشخصية وايد يعني أداها بشكل عبقري خصوصاً لما يدش يعني من مرحلة موت الولد إلى مرحلة مرضى السكر ويبتدي ما يشوف ويضيع وما هذا وينهار بعد وفاة ولده ويدش في مرحلة بين الندم يعني ومحاسبة الذات وانتقام من النفس لأنه خسر ثروة عمره وهي الولد